موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ريدمشن توز اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن السترينج مان ورح نشوف إيش قصته وإيش وضعه وهل هو موجود في ريدد ريدمشن تو في الله نخش في المقطع طبعا لما قلت السترينج مان كثير كثير منكم ما عرفوا والأشخاص اللي لعبوا الجزء الأول من ريدد ريدمشن رح يعرفون هذه الشخصية بالضبط رح أعطيكم نبذة بسيطة عنه هذه شخصية غريبة جدا وجدا غامضة وظهرت لمرات عديدة في الجزء الأول من اللعبة وكانت تتكلم مع جون مورستين في عدة مواضيع وهذه هي اللقطات له في الجزء الأول جون مارستن ليس لذلك لذلك لماذا تتذكرني يا ربي؟ لذلك هذا هو مكان جيد لذلك سترينج مان لذلك 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 نعم لذلك لذلك ولذلك لذلك ذكر البنت اللي قتلها دوتش في سرقة بنك بلاك ووتر طبعا هذه البنت تكلم عنها خافير سكويلا وصفها وصف حادثة دوتش معاها واسمعوا ايش قال عنها ايضا السترينج مان قال شي مهم جدا 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 قال يا جون تراك نسيت اشخاص مهمين جدا وانا متأكد بنسبة 100% انه يقصد ارثر مورغن فالسترينج مان قال لجون مورستن تراك نسيت اشخاص مهمين جدا كيف ما تنساني انا ايضا السترينج مان فيله شي غريب جدا جدا يعني والله ما ادري هل هو مخفي او هل هو جني او عفريت او حاجة لانه زي ما شفتوا جون مورستن طلق عليه عدة طلقات لكن الطلقات مرت من خلاله وما جاتوا اي طلقة فشي غريب جدا جدا من السترينج مان ايضا السترينج مان ذكر بعض التفاصيل اللي رح تصير في المستقبل مثال السترينج مان قال لجون مورستن هذه منطقة مميزة وخاصة ليتضح لنا لاحقا انه جون مورستن رح يندفن في هذه المنطقة غريب جدا طبعا من المشاهد اللي شفناها نقدر نستنتج انه السترينج مان شخصية يعرف الماضي والمستقبل وما يموت هذه هي بعض المشاهد عن السترينج مان في الجزء الاول ايضا السترينج مان تقدر تحصل بعض تفاصيله في رديد رديمشن 2 ورح تحصلها في هذه الكابينة او هذه الغرفة زي ما تشوفون في الجيم بلي طبعا من الخارج شكلها طبيعي جدا لكن كل البلاوي رح تكون في الداخل طبعا لما تخش للغرفة رح تلاحظ العديد من الشموع والعديد من الصور والنكشات والكلام الغريب وايضا رح تحصل العديد من الجماجم المنتشرة في الغرفة طبعا في شي رئيسي في هذه الغرفة في لوحة في منتصف الغرفة رح تكون غير مكتملة وكل مرة تروح وترجع لي الكابينة والغرفة رح تحصلها تكمل وتتقدم وتظهر بعض ملامح الرسمة اول شي رح يجي في بالك رح تقول يعني ممكن هنا رح يكون فيه السحر او اعمال شياطين او حاجة زي كذا او ممكن يكون فيه دنبوشي هاشتاغ دنبوشي اللي يعرف ايش معنى دنبوشي يكتب لنا في خانة التعليقات طبعا في الغرفة رح يكون فيه العديد من العبارات الغريبة جدا والغير مفهومة ممكن تحصلها مكتوبة على الجدران تحصلها احيانا على السقف تحصلها احيانا على الطاولة فالان رح نبدأ ناخذ هذه العبارات ونفسرها ونشوف معناها وإيش وضعها طيب رح ناخذ اول عبارة عبارة غريبة جدا وغير مفهومة ويعني ما رح تفهمها من اول مرة المعنى حرفيا الماء اسود مع السم لما نجي ندورها في رؤوسنا حنا ما عندنا ماء ملوث او ماء في له السم الا في منطقة واحدة وهي منطقة ارمدلو لهذا السبب الناس تعبانا ومرضانا هناك لان الماء في له السم The water is black with the venom ويبغى لها تفصيل كامل كامل لان فيها هرجة كبيرة جدا اذا تبغونا نبحث عنها اكثر واكثر واكثر وصلوا لهذا المقطع 1500 لايك ما يصعب عليكم صح؟ والله انكم انساطين ايضا في شي غريب جدا في هذه الغرفة رح تحصل العديد من الرسمات حولك وذي الرسمات رح تكون تعتمد على الشرف لو شرفك عالي رح تحصل الرسمات واللوحات بك وغزلان وصقور وغيرها لكن لو شرفك نازل رح تحصلها The up وزي كذا ايضا رح يكون في شعر لجيمي بروكس يا صالح مين جيمي بروكس؟ هذا هو جيمي بروكس طبعا اذا ساعت جيمي بروكس رح تكون عندك قصيدة مختلفة واذا قتلته رح تكون قصيدة ثانية يعني هذه القصيدة او هذا الشعر رح تعتمد على جيمي بروكس هل قتلته او خليته حي طبعا انا خليته حي وكانت هذه هي القصيدة there was a man called جيمي بروكس who was always running into crocs till one chased him down and he had to talk his way around that جيمي isn't dumb as he looks هناك شخص يدعى جيمي بروكس اللي كان دائما يقابل ويصادف المحتالون الين ما واحد لاحقه واضطر جيمي بروكس انه يوضح موقف وقال جيمي بروكس ما هو تافه زي ما هو ظاهر عليه strange man كان حتى يراقب ارثر مورغن وقرارات ارثر مورغن ايضا في كتابه تقول from the snow to cave يعني من الثلج الى الكهف تعالوا ندورها في رؤوسنا بداية اللعبة كانت في الثلوج واول مخيم للعصابة كان في الثلج واخر مخيم للعصابة كان في الكهف اللي في بيفر هالو زي ما تعرفون نقدر نستنتج انه كان عارف مستقبل العصابة وايش رح يصير للعصابة من الالف لليا العبارة اللي بعدها رح تكون I gave everything to art The final toll will sound my greatest coming صراحة عبارات غريبة جدا لما احاول اترجمها ما اقدر اترجمها البعض قال انه هذه العبارة احد عبارات الموت عندهم يعني هذه العبارة تدل على الموت العبارة اللي بعدها رح تكون عبارة مهمة جدا ورح نستدل منها الكثير العبارة رح تكون The moon will shine on the darkness المعنى القمر رح يشع في الظلام طبعا من هذه العبارة نقدر نستنتج انه رح يكون في شي مميز عن الاخرين يعني القمر رح يكون مميز ورح يكون عنده نور بينما البقية رح يكونون في الظلام يعني العبارة فيها نوع من التمييز او التفضيل طبعا بعد البحث اتضحت لنا انه هذه الكتابة فيها اشارة لشخص معين وهو هيربرت مون من هو هيربرت مون يا صالح بكل بساطة هيربرت مون هو صاحب محل الجنرال ستور في ارمدلو اذا ما تعرف الصرف ارمدلو رح اطيك نبذة بسيطة عنها سكان القرية كلهم مرضانين وتعبانين الا هيربرت مون متعافي وبصحة وسلامة لما تيجي تزور ارمدلو وتزور هيربرت مون في محله رح تلاحظ انه فيه صورة للسترانج مان في الرف حقه هيربرت مون وجون رح يسأله عن الصورة و رح يدور بينكم حوار شي غريب صراحة يعني جون يقول له يعني شكله ماهو غريب عليا كأني اعرفه فصراحة شي غريب جدا كيف يعني جون مورستين يعرفه هو اصلا باقي ما قابله فشي غريب جدا جدا فراح يكون تفسير كتابة The moon will shine on the darkness رح يكون كالتالي هيربرت مون هو الشخص اللي رح يشع وينجو من امراض ارمدلو يعني هيربرت مون شبها بالقمر وهو اللي رح يشع في ظلمة و امراض ارمدلو عرفتو كيف هذه هو تفسير The moon will shine on the darkness ايضا في الغرفة رح تحصل ماب او خريطة وهذه الخريطة رح تكون خريطة ارمدلو و رح يكون فيها كتابة و رح تقول المعنى انا عرفت عليك السعادة او جيلين و انت اخترت طبعا ال strange man خير هيربرت مون بين خيارين يال هو السعادة و انه ينجو او انه يضحي بجيلين من الناس والظاهر لنا انه هيربرت مون اختار السعادة و انه ينجو و ضحها بسكان ارمدلو يعني سكان ارمدلو يموتون بشكل فضيع و بشكل كبير جدا بينما هيربرت مون هو الشخص الوحيد الناجي ايضا في حوار غريب جدا رح يدور بينك وبين هذا الشخص و رح يكون هذا الحوار اسمع معايا طبعا هذا الشخص تكلم عن ارمدلو و انها تواجه لعنة كبيرة جدا و انهم ما يقدرون يحرقون جثثهم بسرعة بل تحتاج وقت طويل جدا وبعدها ذكر السترينج مان و قال انه في شخص غريب يخش المدينة بطاقية كبيرة و بدلة غريبة نفس مواصفات السترينج مان و يقول انه يظهر زي الريبر او سارق الارواح طبعا لما نجي ندورها في عقلنا رح يكون يعني كلام نوعا ما معقول يعني سكان مدينة ارمدلو كلهم كلهم يحتضرون يعني و على حافة الموت لذلك هو يجي و ياخذ ارواحهم يعني هو زي الريبر يعني طبعا في شي مخيف جدا 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 و رح يصير في هذه الغرفة لما تكمل اللعبة بنسبة 100% او البعض قال لما تكمل الرسمة بشكل كامل اول ما تخش الغرفة رح تحصل الرسمة كاملة والصورة رح تكون صورة السترينج مان لكن الشي المخيف جدا هو المراية طالعوا في المراية رح تحصل انه السترينج مان قاعد يطالع فينا زي ما تشوفون و واقف ورانا بالضبط و يطالع فينا بنظرات غريبة طبعا بمجرد ما تطالع في الخلف على طول السترينج مان يختفي لما ترجع تطالع في المراية ما رح يكون موجود فصراحة شي جدا جدا رهيب و ايستر ايج صراحة زي اللهب و ايستر ايج مخيف طبعا لما تكتمل اللوحة رح يكون عندك خيار انك تسجل المعلومات عن هذه الغرفة جون رح يكتب انها غرفة غريبة جدا و احس انه في احد يراقبني طبعا من وجهة نظري انا صراحة السترينج مان يمثل الموت او يسمونه عندهم اخذ الارواح او اللي هو القريم ريبر و رح اعطيكم الادلة هذه اولا السترينج مان كلم جون مورستين و قال له انه هذه المنطقة منطقة مميزة و خاصة بعدها بليالي جون مورستين يقتل و يدفن في نفس المنطقة اللي قال عنها السترينج مان الدليل الثاني رح يكون على حسب كلام الشخص ابو عين يقول انه يشوف السترينج مان يلفلف في مدينة ارمدلو كثير وهذا دليل ثاني قوي على انه غريم ريبر او اخذ الارواح سكان مدينة ارمدلو على حافة الموت يحتضرون يجي السترينج مان ياخذ ارواحهم عرفتوا كيف؟ طبعا البعض قال انه السترينج مان هو عضو العصابة ترليني و فعلا يعني يشبهون بعض بشكل كبير جدا في اللبس والشكل و طريقة الكلام والاكسنس لكن اخذوا الكلام مني هما شخصيتين مختلفتين بشكل كامل لكن اتوقع انه روكستار يعني خلت شكل ترليني زي السترينج مان عشان يعني تضيف بعض الصعوبة على اللغز لكن هما شخصين مختلفين شاركونا في خانة التعليقات ايش رايكم في موضوع السترينج مان هل عندكم نظريات اخرى هل عندكم ادلة جديدة طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم السترينج مان من ورا المراير زي قبل شوية يالله سلام عليكم اشتركوا في القناة